فمن رضي بقضاء الله عز وجل جرى عليه وكان له اجر ومن لم يرضى فمن رضي بقضاء الله عز وجل جرى عليه وحبط عمله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد اخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتحدث اليوم معكم بهذه الدقائق اليسيرات القليلات عن مقام الرضا وهو مقام عال قد ذكره اهل العلم وخصهم في هذا المقام فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه المنزل قال وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون في معترك هذه الحياة التي يلقى فيها كل إنسان من مصائب وآلام وأمور لربما تكون صعبة على الإنسان فينبغي له أن يرضى وأن يسلم بما كتب الله جل وعلا له من أقدار روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه قال إن عظم الجزاء مع عظم البلاء فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط وقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه رأى عدي بن حاتم من الطائي كئيبا حزينا فقال له يا عدي ما لي أراك كئيبا حزينا قال وما يمنعني وقد قتل ابناي وفقعت عيني يعني أصاب بلاء فعلي رضي الله عنه قال لعدي بن حاتم من الطائي قال له ما لي أراك كئيبا حزينا قال قد أصابني بلاء وهو بفقد الولدين وخسارة العين فقال له يا عدي فمن رضي بقضاء الله عز وجل جرى عليه وكان له أجر ومن لم يرضى بقضاء الله عز وجل جرى عليه وحبط عمله فينبغي على الإنسان أن يكون راضيا بقضاء الله عز وجل وقدره لأن رضى العبد بما كتب الله عز وجل له فإنه من الأمور التي ينبغي للعبد أن يرضى بها ويسلم ذلك أمر الله جل وعلا وروا الإمام ابن الجوزي رحمه الله في كتابه صفة الصفوة عن البشير الطبري أنه كان له مزرعة فيها عبيد وفيها جواميس مئة جاموسة فوصله خبر أن الجواميس قد أخذها جيش الروم فقال لابنه يا ابن يركب معي لنتفقد المال فلما وصل إلى تلك المزرعة ماله قد ذهب فاستقبله العبيد وكانوا مئة عبد فقال فاستقبلوه بالعصي ما بقى شيء عندهم استقبلوه بالعصي قالوا وهم يبكون يا سيدنا يا مولانا إن جيش الروم قد أخذ الجواميس كلها قال لا شيء عليكم لا شيء أنتم أيضا أحرار لوجه الله فقال له ابنه قال يا أبتاه لقد أفقرتنا قال اسكت يا بني إن الله أراد أن يبتلي رضائي به فأحببت أن أزيده أي بمعنى أن الله عز وجل ابتلاني ابتلاني بهذا البلاء فأحببت أن أزيد هذا البلاء بعطق هذه الرقاب في سبيل الله عز وجل لتكون ذخرا عند الله سبحانه وتعالى فينبغي يا إخواني الكرام أن نرضى بما كتب الله جل وعلا لنا وقد قال ابن الجوزي رحمه الله إياك أن تستطيل يا عبد الله إياك أن تستطيل زمن البلاء وتضجر من كثرة الدعاء فإنك متعبد بالبلاء متعبد بالصبر والدعاء فينبغي لنا يا عباد الله أن نرضى وأن نسلم بما كتب الله جل وعلا علينا فإن ذلك من الإيمان هذا ما أردت أن أبينه لكم لتكون ذكرى فإن الذكرى تنفع المؤمنين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم